بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المشاهدين والمتابعين على القناة نهاردة نتكلم عن توقعين ليلة عبداللطيف حصلوا بالفعل بنفس الطريقة اللي اتكلمت بيها والنهاردة نتكلم عن اول توقع وهو خاص بهيفاء وهبي وقالت برغم الظروف الطريقة التي تمر بها الفنانة الجميلة هيفاء وهبي ستكون سحابة صيف لا اكثر وستعرف هيفاء وهبي بمكانتها وذكائها كيف تستعيد حقوقها بالكامل وشخصيات مصرية نافذة ستساعد هيفاء وهبي امام القضاء المصري العادل وده اللي حصل بالفعل يا جماعة مبارح بس او من اول مبارح تحديدا احتفلت هيفاء وهبي بالحصول على حكم الصلاحة في قضيتها ضد مدير اعمالها السابق محمد وزيري از حكمت المحكمة على الاخير بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاستلاء على اموالها وسرقت اربعة مليون دولار ايما يقابل 63 مليون جنيه مصري مستغلا تحريرها توكيل عام لتحصيل اموالها من المنتجين ومنظم الحفلات والقنوات الفضائية اما ازاي بقى هتستعيد اموالها فبيقول انه هو اصلا لما جوم يبحثه عن محمد الوزيري كان قبل ما يعرفه كان معوش في البنك غير خمسين الف جنيه ممكنش معاه فلوس خالص دلوقتي اصبح في حسابه ملايين فالملايين دي جابها منين غير من سرقة فلوس هيفاء وهبي فعن طريق المحكمة هتقدر هيفاء وهب انها تاخد فلوسها من حساب محمد وزيري برغم انه هو ممكن يعمل استقناف على الحكم لكن في شهود وفي حاجات واسبتات تثبت ان محمد وزيري كان متهم بالنصب والاستلاء عليها وإلى حينه اعرب عن شكري ده المحامي بتاعها وامتناني لمستشار ياسر كانتوش المحامي وشكري كبير للدكتورة الرانية المحامية لمجهودها الجبار اللي بزلوه في القضايا واعرب تقديري اسمعوا دي بقى للقضاء المصر الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل نفس الكلام بالزبط اللي هي قالته ليلى عبداللطيف هي قالت انه برغم الظروف الطرقة وكل اللي بيحصل الموضوع هيعاد دي كأنه سحابة سيف وهتقدر هيفاء وهبي بمكانتها وزكاة زيادة ساعات حقوقها وبمساعدة شخصيات مصرية نافذة زي المستشار ياسر كانتوش امام القضاء المصري العادل نفس الكلام اللي قالته حصل فعلا كسبة القضية وتحكم عليه بخمس سين سجن وفلوس هترجع لها من حسابه اللي موجود في البنك اما الحدث التاني او التوقع التاني اللي حصل مبارح وهو اه اتكلمت ليلة عبداللطيف من ضمن توقعاتها للبنان والبطرق الراعي اه بشار الراعي اه في لبنان البطرق الماروني قالت في 2021 سنرى حشود على ادراق بكركي وستكون اه بكركي او مبنى بكركي سيكون محطة الانظار وحديث الناس والبطرق الراعي في قلب الحدث وده اللي حصل يا جماعة مبارح كان فيه حشود قدام اه بكركي وكانت الناس كتيرة جدا موجودة بتساند البطرق الراعي على تصرحاته بطلب عقد مؤتمر دولي من مجلس الامم المتحدة اللي حل ازمة البلاد وخصوصا لبنان وكتبت صحيفة النهارة على اللي حصل وبتقول ايا تكن المواقف والتقومات اللي صدرت وستصدر تباعا حيال ما شاهدته بكركي امس في السبت الكبير في ان الواقع الموضوعي لمجريات هذا اليوم لا تقل عن ادراجه في مصاف الايام التاريخية للصرح البطرق الماروني فليس امرا عابرا وعاديا ان تشهد بحاد بكركي احتشادا بهذا الحجم على رغم زمن كورونا وعلى رغم الصعوبات الكبيرة لاكتزاب الناس نحو الافكار والتطلعات الكبيرة فيما واقع اللبنانيين يضعهم على تماس وحيد مع لقمة العيش والخوف من المرض ولذا كانت للحجد رسائل المدوية والتي لم يتأخر في الافصاح عنها سواء في اعلاء التأييد الحار لتروحات البطرق الماروني الكاردينال ماربشار البطرس الراعي حول الحياد الايجاب الفعال للبنان والدعوة الى عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة من اجل لبنان كما ان الشعرات التي دوت ضد الهيمنة الايرانية وضد تحالف السلطة المتحالفة مع ايران لم تقل اهمية في دلالتها عن التوافض من مناطق مختلفة للتعبير عامة تعني مرجعية بكركي لدى فئات وسعة من اللبنانيين اما الجانب الاخر اكثر اهمية في دلالات هذا الحدث الذي اخترك ضحالة السلطة الى اقصى الدرجات فكان في المضامين البارزة والقوية والمعبرة لخطاب البطرق الراعي الذي يمكن تصنيفه في اطار الوسائق المتقدمة لابراز موقف بكركي من اسوأ ازمة مصرية تعتصر لبنان وتهدده بكيانه وواقعه الاستراتيجي فجاء الخطاب بمستوى الاخطار المصرية وليس اقل من ذلك وفي ظل الاصداء الفورية المتتبعة التي اصرها خطاب الراعي عبر ردود الفعل التقليدية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتجه الانظار في الساعات المقبلة لرصد ردود جهات اساسية قد تكون تتخذ مواقف سلبية مما جرى ومن مواقف البطرق التي اتسمت بنبرة قوية للغاية في اعلانه اننا نواجه حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى واطلق سلسلة تحفيزات للشعب المتألم لرفض كل ما يتسبب بمأسيه وكأنه يسوغ مرة اخرى لانتفاضة شاملة يعني بشار الراعي بيعاوز في مؤتمر دولي يعقد بسبب حل مشاكل ازمة لبنان لان الحكومة للأسف ما بتعملش حاجة والبلد للأسف دخلة في حاجات رهيبة الناس دلوقتي مش لقية تاكل الحاجة غلية والدولار ارتفع بطريقة رهيبة وصل لتسعة تلاف ليرة والناس معاها فلوس لكن مش قادرة تشتري الحاجة غالية جدا وفيه كمان حظر تجول وفيه حاجات كتيرة جدا وفيه قفل محلات فاللبنانيين مش عارفين يعني يعملوا ايه ولا ايه ياكلوا ولا يموتوا من المرض حتى الجهاز الصحي في لبنان مش كويس والدنيا مدربكة في لبنان وقزمة كبيرة جدا وللأسف الحكومة بتعملش حاجة وفيه احزاب وطواقف وكل واحد يقول انا هنا وانا اللي اعمل وانت لأ انت غلط والدنيا مدربكة في لبنان وللأسف محد شاف الشعب اللي هيموت بسبب الجوع او المرض اه بكده احنا اتكلمنا عن توقعات ليلة عبداللطيف بالنسبة لهايفاء واهبي وبالنسبة لحدث اللي حصل في بكيركي في لبنان اه يوم السبت اللي فات اول امبارح وكده نكون انتعينا من الفيديو شكرا على مشاهدتكم للفيديو للاخر اتمنى يكون عجبكم ومستنى رأيكم في اللي بيحصل في لبنان حاليا وما تنسوش تشتركوا لو لسه مشتركتوش تدوسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك الزرار الاحمر الاسفل الفيديو وايضا تدوسوا وتفعلوا جرس الاشعارات للكل علشان توصلكم كل اشعارات الفيديوهات اللي بنزلها على القناة شكرا واستنونا فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار او حابة حاجة كمان عايزة اقولها لكم اسفة قبل ما نقفل حابة اشكر كل الناس اللي دايما بتكتب لنا تعليقات في الفيديوهات بتاعتنا الحقيقة انا باعتبرهم من عائلة مساء قناة مساء الاخبار بحب اشكرهم حتى بالاسم لانه مما ناس محترمة جدا حتى اللي بيكتب رأي سالبي احنا بنقول اسمه برضو في القناة انه عبر عن رأيه باحترام من ضمن الناس اللي كتبت عندنا هنا في الفيديو اللي كنا منزلينه مبارح ميشيل حيك يفاجأ الجميع بتوقعات ويكشف على المستقبل المملكة لعام 2021 لو مشوفتوش وموجود في القناة يا ريت تتفرجوا عليه من ضمن الناس اللي كتبت زهر احمد مونة ابو النجا مية علي فايزة فافي من الجزائر وهي متواجدة في روسيا وطريبل ايه وعضرة من الجزائر وايضا وامل الخليج وستي اي دالس وام وادية من اليمن تحية كبيرة لها وايضا تحية البية بيوتا ومونة ابو النجا وبالقاسم من تونس ومدام فوفو او تتا وفاء وهمس الخواطر وايضا معانا حياة حياة وسورينا محمد وسامية من تونس ومانال فرج وسادات ام بي اي او ام بي سوري وصارة من السعودية ومحمد اسامة السيد بحب اشكرهم كلهم واستنونا ان شاء الله فيديوهات اكتر وشكرا على ابداء رأيكم وتعليقاتكم الجميلة للقناة شكرا واستنونا فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار شكرا؟ شكرا؟ شكرا؟